تغييرات مفاجئة في مواقف الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران في العراق تجاه الوجود الأمريكي في البلاد أعلن عنها قادة الأحزاب في بيانات أكدوا فيها براءتهم مما وصفوه بالعمليات المشبوهة والأنشطة العسكرية غير القانونية التي تستهدف مصالح أجنبية في موقف هو الأول من نوعه بعد نحو عام على تصاعد الهجمات الصاروخية على سفارة الولايات المتحدة في بغداد ومعسكرات حكومية تضم جنودا أمريكيين مصادر في هيئة ميليشيا الحشد كشفت أن التغير في مواقف الأطراف الرافضة في العلن للوجود الأمريكي حدث بعد اتصال هاتفي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ فيه زعماء الكتل السياسية أن واشنطن ستتعامل مع الساكتين إزاء استهداف قوات التحالف الدولي والسفارات على أنهم شركاء في الهجمات وستتم محاسبتهم بشدة التهديد الأمريكي تعاملت معه بجدية أطراف في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ورئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض حيث أقال الأخير آمر اللواء ثلاثين في الحشد وعد القدو هو زعيم ميليشيا سرايا الخرساني حامد الجزائري وكلف شخصين آخرين بدلا منهما لكن من دون ذكر أسباب الإقالة غير أن المصادر نفسها أكدت أن إقالة القدو والجزائري تمت بالتنسيق مع زعماء الفصائل المسلحة في هيئة ميليشيا الحشد وبإيعاز إيراني بهدف تغيير الوجوه المستفزة لواشنطن في الهيئة والمجيء بأخرى غير معروفة تحمل نفس الولاء لإيران وثمت من يرى أن خطوة تغيير الوجوه في هيئة ميليشيا الحشد هي مناورة لم تجري بمعزل عن إيران التي نددت هي الأخرى في وقت سابق بالهجمات على البعثات الدبلوماسية في العراق ودعت حكومة الكاظمي إلى تجديد إجراءاتها الأمنية لمنع تكرار الهجمات بالرغم من تأسيس طهران لفصائل ميليشياوية بأسماء جديدة لاستخدامها في الصراع مع أمريكا تطبيقاً لسياسة اضرب وأنكر كما يطلق عليها إيعاز إيراني بالتهدئة قالت عنه صحيفة وولد ستريت جورنال الأمريكية إنه نابع من مخوف لطهران من أن تعزز هجمات الميليشيات رصيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية كما أن دفع إيران باتجاه التهدئة مع الغرب في الفترة الراهنة يعود لحاجتها في تخفيف العقوبات المفروضة عليها